موسيقى النشرة المغاربية مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء عزمة دولة على حماية المنتوج الوطني توفير التسهيلات اللازمة لولوج السوق الأفريقية رئيس تبون عند توقفه بعدد من الأجنحة بمناسبة تجشين الطبعة الثلاثين لمعرض الانتاج الجزائري كشف عن إمكانية طلب المتعاملين الاقتصاديين مساحات قد تصل إلى خمسة ألاف متر مربع لعرض وتسويق المنتوج الوطني بكل من موريتانيا والنيجر والسنغال مع إمكانية توسيع الإجراء لتسويق تجهيزات الإلكترومنزلية المنتجة محليا في أسواق الاتحاد الأوروبي رئيس الجزائري كذا أيضا أن الدولة رفعت مداخيل الخزينة العمومية بما يمكن تحقيق على الأقل أزيد من خمسة عشر مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات مع تطوير الصناعة الميكانيكية بصفتها شعبة استراتيجية في ترقية الاقتصاد أن اليوم للكوموتيف تعلنتش رياليزازيون تعتصنع الميكانيكية هي الجيش بركانة من التركيب فقط التركيب ولا لازم نصنع بعض ولو يعني إدماج ربعين خمسين في المئة رأينا انتصار كبير انتصار كبير وتكون فيه المداولة مداومة مع الجزائريين والأخرين حتى الخواص يدفل بصوت ريطانس ويشارك في معرض الانتاج الجزائري في طبعته 30 حوالي 600 عارض يمثلون مختلف القطاعات الضورة التي تنظم تحت شعار نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح تأتي في وقت يشهد الاقتصاد الجزائري حركية معتبرة مع ارتفاع غير مسبوق للصادرات خارج المحروقات وثورة تشريعية في تأطير الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال تحت شعار نحو تحقيق نمو اقتصادي قوي متفتح ينظم معرض الانتاج الجزائري هذه المرة في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني حركية معتبرة في الفترة الأخيرة مع ارتفاع غير مسبوق للصادرات خارج المحروقات لتشكل التظاهر فرصة للترويج للمنتوج الجزائري لتكريس مسار إنعاش الاقتصاد الوطني المعرض في طبعته الثلاثين يشهد مشاركة حوالي ستمائة عارض من مختلف القطاعات حيث تسجل المؤسسات الاقتصادية العسكرية حضورها للمرة السادسة على التوالي لعرض المستوى العالي من التطور والاحترافية والتكنولوجيا ويعكس المعرض الخطوات العملاقة التي أحرزتها صناعة العسكرية مما جعلها جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية ولأن 2022 سنة الاقتصاد بامتياز فإن الطبعة الجديدة من ثاني أكبر التظاهرات الاقتصادية في الجزائر ستكون واجهة للتحولات والإصلاحات الجدرية التي تشهدها الجزائر على صعيدين التشريعي والتنظيمي في سبيل الترقية لاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين مناخ الأعمال معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الثلاثين يرسخ دوره الفعال في دعم الاقتصاد الوطني كونه أكبر تجمعا للشركات والمؤسسات العمومية والخاصة والجماعيات والمنظمات وكذل خبرات والكفاءات والهيئات الوطنية الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو ويعكس الإرادة والرغبة لدى المتعاملين الجزائريين لرفع التحدي وإبراز إمكاناتهم وعرض آخر منتجاتهم لتسويقها داخليا وخارجيا وصف وزير التجهيز والنقل الموريتاني الناني والشروغة طريقة رابطة بين تندوف الجزائرية وزهيرات الموريتانية بالمشروع الحيوي للمنطقة لتحقيق التكامل بين البلدين والشروغة في تصريح أدل به عقب استقباله من طرف وزير الخارجية الجزائرية رمطال عمامر الثلاثة أكد أن اللقاء كان فرصة لتحادثه بشأن آليات جعل المحور الجديد رافضا للتنمية والتبادل الاقتصادي والتجاري مشروع طريق مشروع بالنسبة للستراتيجي وحيوي للمنطقة والتكامل بين الجزائر وموريتانيا وتطلقنا كذلك كيفية كيفية جعل من هذا الطريق رافض للتنمية والتبادل التجاري والثقاري بين الجزائر وموريتانيا ونعمل إن شاء الله على قدم وساغ نجب الورطة هذا المشروع وتجسيده على أرض الواقع تلبية لطموحات الشعبين الأخوية الشاني الليبي عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد حميد الدبيبة عن رفضه لمواصفه أي حل موازن أو جانبي بعيدا عن القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات في كلمة نلقها خلال لقاء له مع طلبة جامعيين أكدت دبيبة أن ليبيا تحتاج إلى الجميع في هذه المرحلة مضيفا أن ثلاثة ملايين ليبي ينادون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لا طريقة لخروج ليبيا من بوتقة أزمتها بعيدا عن القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات يقول رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمام طرق موازية لا تلبث أن تظهر كل مرة ضمن سيناريوهات مختلفة يحدد من خلالها أصحابها كل الأولويات إلا أولوية الذهاب نحو الانتخابات يقول مراقبون نريدكم أن تكونوا فعلا شعلة هذا الوطن في الاستمرار في تحقيق ما يصبوا ليه أكثر من ثلاثة مليون ليبي في تحقيق الانتخابات نريدكم دعما للانتخابات ولا يمكن أن نقبل أي حل موازي أو جانبي إلا الذهاب إلى الدستور أو القاعدة الدستورية والانتخابات بعون الله بقوتكم إن شاء الله أبنائي يجب عليكم المحافظة على السلام وأن يكون هذا شعاركم من يمنع الحرب يربح الحياة دعوة دبيبة إلى إلاء الأهمية كلها لتوافق على قاعدة دستورية تأتي في وقت تعرف الأزمة في ليبيا وجها جديدا لها أمام إعلان رئيس المجلس العالي للدولة خالد المشري تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية وهو القانون المقترح من قبل عقيل صالح خطوة قال عنها المشري إن المجلس الأعلى للدولة لا يعتبر قانون إنشاء محكمة دستورية ضمن الصلاحيات التشريعية بين أنه شأن دستوري إنسداد بين المجلسين يفاقم أزمة ليبيا في وقت يرافع المجلس الرئاسي لمبادرته الرامية إلى تهيئة الوضع نحو حوار دستوري كأولوية تنهي المراحل الانتقالية حوار يأخذ فيه التنسيق بين مجلس النواب والأعلى للدولة حيزا هاما يؤكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الذي دعا من جهته إلى ضرورة أن يضم إلى الحوار الرؤى التي طرحت الأحزاب والقوى الوطنية على مجلس الرئاسي وأمام تحقيق التوافقات السياسية محطة لا تقل أهمية تؤكد حكومة الوحدة الوطنية التي عبرت عن ارتياحها لتعاون المنطلق بينها وبين الأمم المتحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة جدد حزب شيوعي روسيا دعمه للشعب الصحراوي وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير والإسقلال وعرب الأمين العام للحزب سيرجي مالينكوفيتش خلال احتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السوفيتي أعرب عن تأييده المطلق والمبدأي لكفاح الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو منددا بالمماطلة التي تمارسها الهيئة الأممية على رأسها مجلس الأمن بخصوص تطبيق القرارات الأممية السابقة على غرار التنظيم الفوري للاستفتاء نهاية النشرة المغاربية ولمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الطاهرة أسفل الشاشة فأمان الله اشتركوا في القناة